التقى فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحضور رئيس الجهاز القاضي أبو بكر السقاف ووكيل الجهاز للقطاع الإداري الدكتور فهمي منصور ومدراء فروع الجهاز في عدن ولحج وأبيان وعدد من المختصين وفي اللقاء أكد فخامة الرئيس على دور ومكانة الجهاز المركزي ومهامه الرقابية كسلطة عليا تابعة لرئاسة الجمهورية يمكنها ويعطي لها القانون الصلاحية الكاملة في محاربة الفساد وكشف أوراقها أمام الشعب وتعرية الأشخاص والجهات الفاسدة لاتخاذ الإقراءات اللازمة والحاسمة بحقها وقال لغد عانى الوطن ولا يزال يعاني من تداعيات الحرب وأثارها الكارثية على الوطن والمجتمع واستبشر الناس خيرا في تحرير معظم محافظات الوطن لابناء دولة المؤسسات وإرساء تقاليد الحكم الرشيد في إطار يمن التحدي تسوده العدالة والمساواة ووجه قيادة الجهاز وفرعه بالعمل بوتيرة عالية لفضح شبكات المصالح لنهب المال العام والتي أيضا لازال يربطها علاقة منافع في مصالح مادية مع القوى الإنقلابية من خلال العبث بالموارد الإيرادية والجمركية والضريبية والتهريب وحركة البضاء الغير قانونية وغيرها من الاحتيالات الأخرى وشدد على النزول الميداني ورفع تقارير مفصلة بذلك لوقف العبث والاتخاذ الإقراءات اللازمة بشأنها موجها باعتماد موازنة الجهاز المركزي للرغابة والمحاسبة وفقا وموازنة العام 2014 ليقوم بممارسة مهامه المطلوبة وأكد فخامة الرئيس على دعم قيادة الجهاز في رفع وتيرة نشاط مكافحة الفساد واستئصاله من جانبه عبر رئيس الجهاز والوكيل ومدراء الفروع عن سرورهم بهذا اللقاء الذي وضع العديد من النقاط على الحروف وأعطى قيادة الجهاز دافعا قويا لاستعادة دور وعمل الجهاز المتعرف عليها كجهة رقابية معنية بمراقبة ومتابعة موارد الدولة والحفاظ عليها من العبث والتصرف غير المسؤول ولفت إلى أنه في إطار مهام الجهاز وفي هذه المرحلة الهامة والاستثنائية التي يمر بها الوطن فقيادة الجهاز ستعمل وفق خطة الرغبية الاستثنائية تنسجم والأهداف المنصوص عليها في قانون الجهاز رقم 39 لعام 1992 والذي يقضي بتدخل الجهاز ومساهمته في تعجز الأداء المالي والاقتصادي للحكومة بوحداتها المختلفة مع أهمية التعاون من قبل الجميع لتحقيق نتائج وتطلعات هذه الأهداف حضر اللقاء مدير مكتب رأس القمهورية الدكتور عبدالله العليمي بوزير